أهلاً بكم مع نجمة من نجمات زمن الفن الجميل في الغناء الفنانة وردة أهلاً بيجي أهلاً بيجي مدام وردة يمكن الفنانة اللي في موقع الشهر زي ما انتي موجودة كده لها مشاكل ومتاعب خاصة بتعاني منها أكيد مشاكل ومتاعب وبرضو سعيدة زي كل الناس عشان واحد يقدر السعادة لازم يبقى في مشاكل ويبقى في أوقات مش كويسة نوعيه في المشاكل اللي بتمر بيها أي المشاكل اللي في الوسط الفني اللي بنسميه الوسط بتاعنا ده المشاكل بتيجي من الكلام يعني الكذب مثلاً أخبار فجأة لقي خبر نزل عني في الجريدة مش صحيح زميل يكلمني ويقول لي أنتي قلتي عني كده أنا ما قلتش أو حد مش زميل بيقول لي أنتي زميلك أو زميلتك زعلان منك عشان قلتي عنها كده وأنا لا قلت ولا شفت ولا حسيت أني ده زعلان مني حاجات غريبة كده بتاعسن هو ده بقى اللي بيزعلني أنتي كنت في مرحلة فنية برضو كنت في الوسط الفني من 15 سنة ويمكن ما كنتيش في نفس المكان اللي فيها النهاردة كان موجود ده؟ لا ما كنتش حاسة بده إنما كنت حاسة إن كان في مثلاً ظلم بالنسبة لي زي أي واحد بيبتدي عارف أستاذ واجدي يعني ما كانش في مجال إني أقدم اللي أنا كان ممكن أقدمه ليه لا إنه ما كانش في حفلات كفاية كان في مثلاً أضواء المدينة كنا مضطرين نقول غنوة وبصورة عشان كان في 15 واحد بيغني دلوقتي دلوقتي يمكن الظروف أحسن إنما الجو ما بقى أجزل لأهرد ضربة النجاح يعني النجاح ده بيبقى محسوب على الإنسان يعني الواحد لما ينجح بيبقى له كل شيء له ما تعبه يعني أكيد وتمن وتمن بتتضيق من كلمة النقط لا لما بيبقى فني لا إنما لما بشوف حد بيقولي أو بسمع وردة دي بتعمل لها دجة أكتر من اللي بتستاهله صحتها كويسة بتغني وفيها عفوية كده لا ده مش نقد فني هما يقولوا وردة اليوم النهاردة ما جنتش مسلطنة ما غنتش كويسة من حقه يقول كده وردة ما كانش لازم تطلع على المصرح لنها كانت عيانة من حقه يقول ده نقد بقى ما غنتش كويسة تبقيش مني وتحس إنه في صدق بالعكس أعيط لإني أحس إنه فعلا ملتزمة وما قديتش وجه إنما لما حد بيجرحني ده شيء تاني طبعا لا بينعكس عليك إيه؟ يعني كلمة النقد الجارح اللي بيجيلك في الجمهور على المجال زي ما حفظ من سنة آه بيبقى تأثيرها عليك إنه بيحصل لك نوع من العزوف أو القرف من حياة الفن آه ما أنا سيبت الفن من 15 سنة تقريبا للظروف دي تقريبا والحمد لله إنه كنت قادرة لإني كنت بين أهلي وإنما لو أي واحدة مثلا لوحدها آه ما عندهاش غير فنها عشان تعيش آه و أرفانة فيا حتغلط آه 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 يا حتموت بالجوع آه أنا الحمد لله كنت بقى مع أهلي وسافرت الجزائر كان في استقلال الجزائر واتجوزت وسبت الفن لإني أنا كنت أرفانة من الظلم بقى أياما السنين اللي عبيعتي فيها عن حياة الفن كانت سنين أسهل ولا كنت تفضيلي حياة الفن بمتاعبها آه كنت آه زي عايزة أقول يعني كان في توازن أكتر في حياتي آه لأنه الفنان بيبقى دايما في نوع من القلق نوع من في استقرار أوه آه قصدي استقرار أيوا لأني مهتمة بولادي ببيتي بلعب رياضة بسافر مع ولادي مهما كان دلوقتي طبعا فني كان بيقى مفيش شك إنه فني كان لها كان نقص فيها إنما دلوقتي برضو ما هو ولادي مش معي وده نقص برضو آه عودتك للفن آه آه ومع زيادة آه جرعة المتاعب فيها آه آه نتيجة نجاحك الكبير وكل ما نجحت كل ما كانت المتاعب أكتر يعني آه آه خلتك فكرت إنك ترجعي تعيشي زوجة تاني وبعيدا عن الفن ولا ما تقدريش بقى بالصراحة بقى آه ما أنت أكيد بتسألي لأنك حاسس بي أنا اليومين دول آه نفسي أسافر برضو آه وقلت لبليغ إن نفسي أسافر وأغيب سنة كده لأني تعب أنا من من بعض حاجات مش قادرة أعملها آه آه ولابد منها عشان استمرار آه آه زي المجاملات الزيادة شوف أنا مش حكزب عليك أنا وصلت لإما أنت وصلتني إني مقدرش آه ما أقولش وبتهيأني لازم حد بقى يفتح الموضوع ده آه يعني آه معرفش أنا يعني لازم الواحد يفضل آآ بالتليفون على طول عشان يتصل بناس عشان شغله يمشي عشان حفلته تتزع عشان آآ آآ يتزع لي أغاني في الإزاء فمش معقول أنا أولا عمري ما كنت كده ده مش غرور بقى ده كسوف يعني مقدرش أخد السماع عشان أقول قالو من فضلك آآ أنت نسيتيني أسبوع ده ومزيح تليش الغنوة دي مقدرش أقول كده أنا مش ده مش غرور مقدرش وبعدين هحس إن بقيت فنانة درجة رابعا وعمد كده كده كمانا أنا بتصور إنه دايما الفنانين بيبقى اهتمهم قاصر على إزاعة القهيرة كبيرة وكانت هي الإزاعة الوحيدة لبتزع الأغاني في حين إن كل الإزاعات العربية بتتلقى في الأغاني النجحة وبتزعها أو يمكن الفنان لأنه مش سمحة عشان كده ما بيهتمش بالإزاعات العربية البعيدة إنما يعني مقطعا إذا كان إزاعة القهيرة أحيانا ما بتزعش بعض أغاني لبعض الفنانين إنما مقطعا كل الإزاعات العربية بتزيع ده مش محسوب بالنسبة للفنان لا ما في شك إنه المنبع إزاعة القهيرة ده أكيد يعني محتاجين لإزاعة القهيرة إنما بقولك فيه فيه ظاهرة جديدة هنا في مصر بالنسبة للفنان ما أنت بتسألني إيه لي ديني زمان كان الفنان يغني حاجة جديدة أكيد التلفزيون هي اللي عايزة الغنوة جديدة دي والإزاعة كمان زي أي بلد دلوقتي الأردن الجزار تونس المغرب هما اللي بيطلبوا مني عشان يزيعوني الحفلة هنا بيحصل العكس تصور أخيفة من بكرة ها واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح دي من المتاعب الجدد عليك في المرحلة دي بتضعبني أنا قوي 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 بتحس أحياناً في موجات من النقد مكسفة بتبقى موجهة لك في كل الجغاية تقريباً دي خلاص فاتت دي ما زعلتنيش قوي لقى طالما في حب الجمهور ما خلاص دي بسيطة لأنه قابلي مني حصل لغيري كده ومش مش أول واحدة ولا آخر واحدة لأنا بقولك بزعل من التجريح يعني أحياناً بعض الكتبات كانت حاول دايماً تقول أنك أنت بتغني بالصوت عالي بزع من الأستاذ رياض صنباتي طبعاً تحبت لأني بعز الأستاذ رياض صنباتي كنت بقدسه يعني كان عندي عبدالوهاب ورياض أنا قمتين يمكن مسميه رياض ابنك على رياض صنباتي لا أكيد عشان كده سامحت له لما غلط فيه لأنه ما قدرش هزعل من رياض أبداً انزعكتي بس لما رياض صنباتي أدوه لما بعض الصحفيين خادوا الكلام ده وقاله لا لأنه صحفي أولاً وأخيراً يعني يعني أكيد صحفي مش هيعرف أكتر من مليون نفر يجي يسمعني مش كده وإنما رياض معرفشي أصلي لحد دلوقتي مش فاهمة إنسان عملي أكتر من خمستاشر غنوة يجرحني كده دي صعبة إنما أي صحفي لأ بالصراحة ممكن تقولي البليغ إنه اللحن الفلاني ده مش حلوه وغيره لحن الغير لما يعملك لحن لك إنتي لما يعملي لحن أنا يغير دا دايماً لما بيعملي حاجة اللي هي كل نوتة بيعملها لازم أكون جنبه فبالتالي هو بيحس فوشي على طول إهلي مش حسابيه من غير مطول يعني عشان كده بقولك حتى لو بليغ ما كانش جوزي هشتغل معه كتير قوي أداء أكيد يعني عشان الناس يستريحوا يعني لو بعيد الشر لا سمح الله حصل انفصال برضو هشتغل كتير مع بليغ نقول أنسب أو أحلى الجمل اللحنية اللي عملها بليغ للصوت وردة بالنسبالك أنت يعني بتحس إنه كان بليغ متفوخ على نفسه موسيقياً لما عمل الجملة دي إيه من مجموعة الأغالي اللي عملها لك؟ خليك هنا دندنة كل غين وليها لونها وحسة إن كل نوتة عملها كانت بي من قلبه من قلبه كيانه كله لإني كمان كان لقي اللي قدامه كان في انفعال غريب يعني كل حاجة بيعملها تعجبني أنا بقى يعني لازم تشوفني إزاي بأعمل لما بليغ بيلاقي جملة حلو حتى لو كانت العب الحليب ده ما في شك إنه بيشكعه لإنه يعمل كلمة نخل الجمهور بيقاله تأثير عندك أما الجمهور يقبلك بقولك والله يريدتك مغنيتك غينة فلانية أو أنت مغنيتك غينة فلانية دي كما يجب في الحفلة فلانية بتحس إنه في صدق أكتر آه طبعا لأنه بيقولها لي من غير لا يستفيد ولا يخسر حاجة بيقول لي حاجة هو حسسها يعني بتقدريها طبعا وبيحاول إني أغير وسعد الجمهور ده طبعا اللي إني دافع الشيل فلاني عشان يجي يسمعني أكيد يعني التغيير دايما أنت معروف أنك أنت بتحاول تغيري إنما ليه ما بتغيريش كتير بالنسبة ترجمة نانسي قنقر